لا تتوقف المناورات والتدريبات الإسرائيلية خاصة في الشمال على الحدود مع لبنان وسوريا طالما هددت الحكومة الإسرائيلية السابقة بضرب المفاعلات الإيرانية وطالما ردت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية برفض الضربة دون تنصيق وترتيب واضح مع الولايات المتحدة نيتنياهو ووزير الجيش أكداء على أن الضربات في سوريا مستمرة ومتصاعدة العدو الذي نواجهه هو النظام الإرهابي في إيران وحلفائه في سوريا ولبنان نحن مصممون على محاربة مساعي إيران لتطوير ترسنتها النووية ومحاربة محاولات إيران بالانتشار في سوريا المراقبون للشأن الإسرائيلي رون أن المجلس الأمني المصغر الذي سيدير أي عمليات عسكرية واستخباراتية هو غير متوازن ففيه وزراء بلا خبر عسكرية مثل أريا درعي من حزب شاس الديني وإتمار بنكفير الذي لم يستكمل الخدمة العسكرية الإلزامية ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الذي تتهم المعارضة نيتنياهو بتعينه لعلاقته الشخصية بالرجل الذي عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الضامن الحقيقي للأمن الإسرائيلي هي الاتفاقية التي وقعها الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي يأير لبيد اتفاقية أورشاليم التي جعلت الأمن الإسرائيلي الاستراتيجي جزءا لا يتجزأ من أولويات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في السابق لو شنت إسرائيل حربا إقليمية من طرف واحد لربما تخفت الولايات المتحدة موقفا مغايرا لكن الآن مع اتفاقية أورشاليم لا مناص من وقوفها المطلق مع إسرائيل ولو أخطأ المجلس الأمني المصغر بحساباته الأمنية المتهورة كانت هناك خطط سابقة أكثر من مرة وكان هناك نية أيضا من نتنياو في الحكومات السابقة بدرب إيران وكان هناك طلعات وتدريب خاص في عمليات قصف المفاعلات النووية ولكن القرار الأمريكي كان بالرفض ولم يستطع نتنياو لأن إسرائيل لا تتحمل قيام عملية منفردة أما الملف الفلسطيني فأكثر تعقيدا خاصة مع الخطوات الاستفزازية المتصاعدة ويتوقع المحللون أن شهر رمضان الذي يتزامن مع الإعياد اليهودية قد يأتي بحرب جديدة لم يشهدها قطع غزة من قبل أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر